هو البدايات بالنسبة لناتزة مالك وهل هي كانت بداية صحيحة وبيشترك فيها مين المدير الفني ولا اللعبين ولا اللي هما الاتنين مع بعض هما اللي عملوا البداية بالشكل ده اعتقد كارترون ما كانش يعني انا شايف ان موسيماني كان في بداية الماتش كان موفق اكتر من كارترون بلعب احترام كبير جدا لعب ثلاثة في نصف ملعب فبالتالي امتلك نصف ملعب جدا لعب اتنين يعني لو فاكر السولية وديانجو تحتيهم حمدي فتحي فبالتالي هو امتلك نصف ملعب وكمان في نفس الوقت قفل العمق بالنسبة للأهل عكس زي مالك زي مالك لعب بطارق حمد بس لعب امام عشور معه في نصف ملعب معلش بس مش مع الاهل يعني مش مع الاهل ماينفعش ملعبش كبير تلعب بطارق حمد واحد نصف ملعب مدافع بس انت حتى ما عندكش رقم 8 معاه تاني يعني لغاية الوقت هو ما جابش او ما فيش لعيب رقم 8 بلعب مع طارق يعني زي ما شوفنا طارق وساسي مثلا شوفنا السولية وديانجو فده ما حصلش وما قدرش ان هو يتدارك الموضوع بسرعة بجانب حمد حمد المسلوسي طبعا لعيب كويس جدا لعيب مميز ولعيب ماتشات كبيرة ولعيب منتخبته كل الكلام ده بس كان هو out of the game out of the game في الماتش تماما وبعدين ضربت الجزاء خلاص علم علول رقبه نفسيا اعتقد كان اتأخر في تغيير حمد المسلوسي يعني يعني كان لازم يتغير كان لازم يتغير كان لازم يتغير مش عشان حتى لو فت تلت ساعة حتى لو فتت خمس دقايق خلاص هو برق جيم يعني هو خلاص برق جيم وبقى محبط حتى هجوميا محبط بيبان في اللعيب ان هو مش قادر ييجي تاني يعني مثلا ابو جبل الحقيقة رغم ان انا بقول ان هو كان متوتر شوية بس قدر ييجي في الجيم يعني مش مية في المية بس يعني هو يعني انما حمزة خلاص برق جيم تماما فانا كنت شايف الحقيقة انه كان اتأخر قوي في نص الملعب وفي حمزة يعني انت بتحمل كارترون ان البداية كانتش كويسة الحقيقة البداية ما كانتش كويسة انما موسيماني ابتدى كويس انما خلال الجيم بقى كارترون قدر ان هو يرجع تاني في الجيم يعني قدر يتدارك الموضوع ويعمل تغييرات عملت غيرت في شكل التيم موسيماني لأ موسيماني هو عمل هو كسب الماتش في التسعة دقايق وخلاص وانتهى الموضوع فبس هو عشان خاطر ركز كويسة اوي واشتغل كويسة اوي وبعدين انا الحقيقة مش مع موجة انا قلت في بداية كلامي ايه هيبقى في التاريخ ثلاث نقطة الاهلي خمسة ثلاثة المباراة انتهت سنة 2021 ما حدش اصلا هيكلم على الاداء راح والاجهة ولا بتاع فالحقيقة انا مش شاف الحقيقة بعض الناس ما بيقدروش موسيماني بتأدير كبير لانه هو مدرب مدرب كسب بتلطين افريقيا وفي نفس الوقت كمان تلت كاس العالم يعني يكاد يكون زي وزي من والجزي بالزبط بل بالعكس احسن كمان ده فيه ارقام بتقول يا كابتن كمان مش ارقام ده حاجة حقيقة ان موسيماني في كل المباراة الكبيرة شاف فيه للعابة مع النادي الاهلي فقط هي مباراة البار مونيك امام الفرل كان وقت الفرق ما بينه وبين جوزيه انه جوزيه كان بيعرف يسوأ نفسه كويس كان بيعرف يتكلم على الانجلزاته كويس وكان فيه ناس كتير بتطبيله فاهم انما موسيماني معرفش ليه حتى الناس اللي بتشجع الاهلي او بعض الناس يعني عايز الاكتر الاكتر ماشي ماشي بس اقدر وبعك اطلب انما اننا ما اقدرش واطلب فده بيبقى شيء محبط شواني بصراحة موسيقى